صباحات سودانية مرحبا بك دكتور وبداية لما نتكلم انه والله عاوزين اسرة سعيدة او عاوزين نحسن الاجواء او نلطفها نقلل كثير من العصبيات والاشياء اللي تكون موجودة في الاسرة فيه مدخل اساسي بيقولك والله لابد يكون الاختيار من الاول سليم ما بين الزوج والزوجة لو حبينا نخش من الباب ده ممكن نقول السعادة تكمن انه تختار الشخص الممكن تكمن معه باقي حياتك الناس بيقولوا الشريكة واحدة لكن هي ممكن تكون اكثر من شريكة لو حبينا نخش من الباب ده ده مدخل مهم جدا طبعا هو يعني اي اتنين تلاقوا كوان واسرة كوان واسرة عن حب يعني يكون في قصة حب يعني يميلة جدا وتوجعها بالزواج وكده فيه تحديات بتحصل بعد ده بعد ما يتزوجوا لانه في اتنين بتعودوا على بعض يعني ما كانوا سافنين مع بعض ما كانوا بيعرفوا عدد بعض دائما ما يقول الكتاب بيقولوا الرجال من المريخ والنساء من الزهرة يعني مختلفين ففترة الثلاثة السنين الأولى من الزواج فترة بناء العلاقات وتعود على الشخص الآخر ويحاول تزعاد الشخص الآخر والشعور بجمال والشراكة والإلفة بين الزوجين يعني المدخل الأساسي في الاختيار صحيح لابد تختار سليم عشان ما تعيش حياتك بشكل سليم بعيدة من التراكمات الكثيرة جدا بتكون منشوفة وتكون موجودة يا دكتور لكن لو حبينا برضو نمشي شوية ونتحدث إنه كيف ممكن نخلق جوبنا السعادة داخل الأسرة أوكي أسسنا الأسرة صح في اختيار سليم في الأول للزوج أو للزوجة اختيار متبادل بالتأكيد لكن لو حبينا نمشي باستباستب خطوة خطوة ونأسس لإنه والله يكون عندنا دستور للسعادة داخل هذه الأسرة من غير أي مشاكل ممكن تعاكن علينا الحياة صحيح وطبعا أهم شيء أنه تشعر الشخص الآخر بأهميته يعني الأشياء المهمة بالنسبة للزوجة لازم الزوج يشعر بأنها مهمة بالنسبة له ويحاول يلبيه والعكس هو صحيح يعني الزوجة مثلا لو الزوج بيحب شاهد الكورة تخليه شاهد الكورة وبيرتياح وكذا من غير مضائج لو الزوجة بتحب مثلا ميكوب والأشادي وأنها مثلا تجلس في لوحدها أو كده اديها زمن أو كده الحاجة الثانية الاحتفال يعني الناس ما بتحتفل دائما بتكون في حالة توتر في حالة قلق لأنه للأشياء العادية يعني دائما احتفل بالأشياء احتفل مثلا بأنه والله قضينا يوم جميل جدا مع بعض والله كنا وجبة جميلة جدا مع بعض اليوم طلعنا مع بعض مشينا العمل مع بعض احتفل بالأشياء الصغيرة جميع الاثنين الابتسامة يعني أغلب الناس بنسوا يبتسموا يعني أنا عجبني أنك تبديت الابتتاح البرامي بابتسامة عظيظة جدا للمشاهدين فالابتسامة دي بتفتح مجالات كبيرة جدا بأنه الشخص التاني ده يرتاح ليك ويدعمل معك بطريقة أكتر فيه أشياء تانية كثيرة جدا اللي هي يكون عندك صغة في نفسك أنك أنت إنسان ناجح إنسان معطي إنسان منتج تحسس الشخص الآخر ده بالصغة والطمانين أنه ارتح ليك ما يكون متوتر معاك يعني فإنت إذا توترت الشخص التاني بتوتر بالإضافة للابتسامة دائما المسامحة يعني إذا الشخص التاني أخطأ أو قصر في حاجة دائما سامحه وإذا أنت أخطأت دائما أعتذر وسامح وقول والله أنا أخطأت أنا أعتذر أنا أتحمل المزئولية ما أحمل كده تاني فعنصر صغافة الاعتذار وصغافة المسامحة بتنمي العلاقات يعني هنا دائما نقول فيه هاجة اسمها البنك العاطفي يعني كانوا في اتنين المزوجين عندهم حساب بنكي مشترك الحساب ده نغذيبه شنو نغذيبه الإطراء نشكر الشخص الآخر نثني عليه نثني على الحاجات اللي بعمله والله يلابس كويس والله طبخته كويس والله اليوم جيد بدري والله اليوم أنت عمل تانيمة طريقة جميلة جدا كلما أنت تطري على الشخص الآخر كلما زاد معدل البنك العاطفي دي دكتور يتم تعلمه ولا تكون مغروزة فينا أن نحن صغار لأنه بعد عمر كبير جدا يعني بقولك يا خنا ما بقدر اعتذر لي مرتين مثلا صحيح ولهي بتقر تعتذر له وهي ممكن تمشي يقولك عليك الله الرجل ده خليه خلوه كده بجنبها صحيح بدار المواضيع كده خلوها مستخبه يعني بدي السوء لكن لما نجي الحتة بتاعتني الحاجات ده مفضتكم معنا من نحن صغار مثلا نعلم لي أبنان عشان ما نقول الجيلة جاء يكون سليم ولا ممكن تتعلم يعني ده سؤال مهم جدا في حاجات ما بناقدر نغيرها مثلا الحاجات الوراسية يعني ما حتغير لون بشرطك ما حتغير لون عيونك ما حتغير لون شعرك دي كلها اللي انت ورست من أمك وأبوك خلاص لكن في حاجات سهلة جدا ممكن تغيرها تزيد لك السعادة آلاف المرات اللي هي تغير طريقة تفكيرك تغير طريقة سلوكك تغير أفعالك مثلا إذا تدي نفسك رسائل إيجابية يعني تكون إيجابي يعني بدل تكون إنسان سلبي تكون إيجابي نحن دائم نقول لنا تكون إيجابي لكن ما بنوارده كيف يكون إيجابي الواحد يكون إيجابي أنه كيف يكون إيجابي كيف يكون إيجابي مثلا أنا أصبح أصح من الصباح أقول الحمد لله أنا الآن بخير الحمد لله أنا بصحة جيدة الحمد لله أنا إنسان محبوب الحمد لله أنا إنسان عايش وصد عائلتي الحمد لله أنا إنسان عندي وظيفة الحمد لله أنا إنسان بصحة جيدة الحمد لله أنا إنسان زكي الحمد لله أنا عندي أهداف فدي كل رسائل إيجابية بتخلي الإنسان جور بالطغانينة والسغة في النفس و بتخلي إنجاح لقدام فكلما الإنسان دي الحاجات الممكن تغيرها في حاجة ما بتقدر تغير الظروف يعني دائما الناس بيلوموا الظروف يقول الأخي الظروف صعبة يا أخي شوف المواصلات كيف صحيح السلام تتكلم عن السعادة يقول لك سعادة نحن ظروفنا صعبة وهو ينل حين نحت في الباقي هين الأشياء دي يتكون هي شماعة طوال الظروف دي أخي عمار يتكون 10% من السعادة الباقي ده كله لو خلتنا الجزء الراسع على الجم الجامد بكله أنت ممكن تغيره تغير طريقة تفكيرك يعني أنا ممكن أطلع من البيت يقول يا سلام الليل اليوم جميل جدا الليلة الرابع من جولاي زي ما أقول احتفال الأمريكان بيومه الوطني ونحن نهني الشعب الأمريكي بعيد من الوطني ده يوم الاحتفال أنا أحتفل كل يوم ما أنتظر العيد ولا أنتظر المولد ولا أنتظر كل يوم بالنسبة ليكون احتفال احتفل بالأشياء الصغيرة جدا يا سلام شوف الشروق يا سلام شوف القمر النجوم الأشياء البسيطة كل ما تحتفل بها كل ما أنت غزيت في نفسك رسائل إيجابية صح بيتديك مش راحة نفسية وسعادة بيتديك راحة جسدية يعني الإنسان اللي بيكون مرتاح نفسيا ويدي نفسه رسائل إيجابية ما بيمرض لا بتييوه نوزلات لا بتييوه أو عندنا بالبلد كده يا دكتور بيقول لك والله يا زولدة ما بيتفعل مع الحاجة ما بيزعل صحيح يعني قدر محاولة تتعقن وما بيتعقن لك صحيح بارد شوي قدر برود انجليزي ما بيشتغل بالحياة دي كثير جدا بقول لك النوعي دي لا بيجاء ضغط لا بيجاء قلب لا بيجاء صدع يعني ما بيشتغلوا بالحياة دي اللي هم ما بيتقبل الطاقة السلبية اللي بيتحاول صحيح تنصر حوله كلام ده يا مدى من الصحة ده كلام علمي وصحيح جدا أنه هو ده إنسان متصالح مع نفسه يعني إنسان متصالح مع نفسه ما ينفعل لهم زمين إنسان فعال عكس الإنسان الانفعالي من شي مرات ما بيستاهل من شي ما بيستاهل يعني بيكون ميجهز نفسه يقولوا الله لو في حدي خرم في الزيارة وضايقني بسمح يقول الله يسامح ربنا يهدي ده بر البيت لكن لو جينا جو البيت بنلقى إنه دايما والله يقول لك يا أخي يعني نعم أي راجع على البيت مثلا يقول لك والله المرد في البيت خلاص بنشوفه كده الموضوضة كله المشكلة بتكتر وحدين تاني يقول لك والله يا أخي النقاشات اللي بتكون ما بين الزوج والزوجة لحد آخر الشارع صوتها بيكون طالع والكلام تاني برضو يكون في الحتي لأنه والله لأي مدى النقاشات دي ما بين الزوج والزوجة تقلل من السعادة المفروض إنها عوزينها في أسراتنا السودانية صحيح نتجي لمهارات التواصل بين الزوج والزوجة يعني دائما المرة تحتاج استمع عليا يعني المرة في أغلب الأوقات ما عاوز حلول عاوز بسيطة تقعد تستمع هلأت تتكلم إن شاء الله تتكلم مصاعة النصيحة بتكلم واكتر بمصاعة لكن باقي أنت تسمع باش ما عندك حل وما تبدي أي حل هي بتكون مبسوطة جدا لكن إذا أنت قفلت منها وانت لا أنت مشكلتك شنو ووجا عاوزة توب هاكا مش عشتري توب بتكون ما مبسوطة لكن لو خليتت تتكلم تتكلم طالعي تفاطفت بتكون مرتاحة جدا عكس الرجل الرجل ما بحب يتكلم كتير فنرجو من المرأة تحترم سكوته تحترم أنه مرات بيكون عاوز يكون جالس لوحده كده بيقولوا بيدخل في الكوخ بتاعه وكده يقعد مع نفسه لغاية ما زعله تروح ويجي راجع دائما نحن نحاول نفرح الشخص الآخر يعني نحتفل معه يعني مثلا عندك مثلا موعد الوجبة الطعام يعني ده ده وقت جميل جدا الأسرة تجي فيه العنصر السعادة والفرح والضحك يعني انت تجي من العمل تقص لزوجة القصة جميلة يقول لا يا ما شفت الليلة حصل حاجة جميلة جدا كده 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 الزوجة تجي تعمل قصة لأطفال تقول يا سلام الليلة أنا ما شهيت وعمل كده الطفل يجي من المدرسة يحكي لكم يقول لكم حصل لنا في المدرسة كده كده فعنصر القصص المفرحة دي برضو دي الأشياء اللي افتقدنا اللي افتقدنا يعني نحن دايما بنجي نحكي المشاكل اللي حصل لي وحصل لي وفلانسة ولا يوفلانسة ولا لا نحن ما عاوز نجيب المشاكل اللي هي طاغة سالبة نجيبها ندخل البيت نجيب معنا طاغة إيجابية أنه نحكي قصص جميلة جدا عشان كده لأطفال انت حسن لو شفت طفل عمر سنة طوالب تضحك تبتسم صح؟ لو شفت لو جغ أربع خمسة أطفال طوالب تحاول تحكي لهم قصة بيفرحوا فنحن نرجع تاني نرجع ثغافة القصة في العائلة طيب نرجع ثغافة الاحتفال الاحتفال ولا شاي لبن بسيط كده ولا شاي لبن صحي على ذكرى القصة اللي انت ذكرتها قبل شوية دكتور ممكن كان في طريقة يابانية في النقاش ما بين الأزواج أنه بتلقى أنه اللي يكون في خلاف فيناتهم هم متفقين في الدستور بتاعه دستور الأسرة صحي متفقين عليه وإنه يا أخي نكتب مشاكلنا أيه ونتبادل الخطابات صحي الطريقة دي في اليومان بيقول أنه حالة تثير جدا من المشاكل واحد الصوت العالي بيكون ما بين الأزواج اثنين المشاكل النفسية اللي بتحصل للأطفال لو سمعوا النقاش هاته صحي ثلاثة بيكون درجة النفور والابتعاد من بعض من يلقى أنه بيكتبوا المشكلة الحاصلة يعبر عن رايو في خطاب وبطبق الخطاب وبخدته في مكان صحي وهي نفس الحكاية سبادل الخطابات لكن في منتقدين للطريقة دي بيقول لك والله أنه نوعا ما بتعمل جاب شوي أنه حتى لغة الاستماع بيناتها بتكون ماث اللي حبينا نشوف النموذج ده وأنه قيم من خلاله برضه وندي نصايح لموضوع النقاشات الزوجية طبعا دي ده نموذج مفيجي نحن ممكن نستفيد منه الآن زي ما ذكرت يعني التواصل يعني الحي مع بعض لأنك أنت الشخص ده الحاجات اللي بتخليه طريقة تفكيره طريقة اللي بيسميها الفيزيولوجي بتاعته يعني الفيزيولوجي بتاعته الجسم تعابير الوجه حركات اليدين العيون الابتسامة النجاك قريب زحى منك شوية من ربع يدينه من فاتح يدينه دي كلها بتدي عندها تعابير بتخلي الإنسان التاني يقريب ليك أكتر وأكتر فأنا بأفتكر أنه بالإضافة لأنه الناس تكتب مشاعره وحاسيسه وكذا في ناس بيكتبه بيكون عنده دفتر بس بيكتب فيه مشاعره لكن ما بيديه للشخص الثاني بيكتب الله اليوم أنا عديت يوم جميل جدا والله اليوم أنا في زلطة يقني لكن سامحته كذا بيكتبه وخدته عشان يفضفل عن نفسه فأنا لكن اللغاء الحي مع بعض ده مهم جدا خاصة زي ما قلت يعني الأسرة لازم في اليوم تقعد مع بعض تأكل مع بعض كله أنا الزوج والزوجة والأطفال ما يكون أي واحد الشهال صحا ويجري على وطه الناس تقعد مع بعض لأنه والوطسة والوطسة بيغة شغال تلفون يعني قد التلفونات يعني فيه ناس يجيب لك سبت كده يعيزوا نخد فيه تلفون ونجي نقعد على اللكل ده من غير تلفونات من غير من غير فتجأ الناس بعد ذا بيقول يتكلموا مع بعض بيقول يحكوا لبعض بيقول يستمتعوا ببعض يعني يا سلام الله يدي وجبة جميلة جدا يا سلام الله يليك كم يوم عملت لنا الطبخة دية يا سلام الله يليل أنا مبسوطة منكم انتوا كلكم أكلتوا كويس فدي كلها أشياء يعني تغذية للشخص الآخر طيب دكتور في حتة تانية برضو مهمة جدا اللي داخل نحن لسه داخل البيت يعني باستثناء الحيث بتيجي من بلالبيت لجوالبيت صحيح ننثر السعادة نلقى انه في ناس بينصحوا بتغيير الدكور المنزل ذات نفسه ولو بحاجة بسيطة يعني كرسي دي لو كان هنا لغير يجيبه به هنا صحيح نلقى انه في ناس كم وعشرين سنة ومستهر عشر أسنين ما في طرق بيزة تحركت من محل صحيح الحياة دي مرسومة زي ما هي صحيح ده مهم جدا طبعا التغيير أهم عنصر في السعادة هو التغيير يعني يقول لك أي حاجة في الدنيا دي سابتة إلا التغيير التغيير ذا متغيير يعني لازم نغير في طريقة لبسنا نغير في طريقة معاملتنا نغير في الديكور بتاع البيت يعني حول الطربيزة دي من الصالون والدياء البرندة جيب أزرع شجرة هنا أعمل ولو شلت لوحة مكان لوحة أو الساعة أو شلت لوحة شلت الساعة شلت الكرسي تغيره هنا غير اتجاه السرير فالحياة البسيطة تلقى أنك بتغير يعني بتغير مزاجك 180 درجة حاجة بسيطة جدا يعني مثلا الزوجي لما يجي داخل والله يلقى المرأة عملت تغيرت الديكور يا سلام الليلة فيشنو عملت وشنو في حاجة جديدة في البيت أقول لك والله يغسيئة العدة وتغير الديكور وتحرك السرير دي إلا مع العيد خلونا مع بعض الأطفال والمرأة والراج خلونا ننظف بعدين اللعب مع بعض خلونا نلعب مع بعض يعني نلعب برة كده في الزوجي دائما ينهر اللعبة يا ولده مش ألعب بعيد عكس تعالي ألعب قريب ألعب معاهم ألعب معاهم ألعب جنبه ونو كده يقول لك لا حتكسر دي ما حتكسر ما حتكسر أي حاجة فاللعب مع بعض كمجموعة بيتقوي الأواصر المغدة والرحمة والحب والسعادة بين الناس عشان ما يكون في حب وسعادة بين الناس برضو لابد نعبر عن مشاعرنا صحيح نحن متهمين أنه في السودان والله نوعا ما أو السوداني متهم بشكل كبير جدا أنه حتى المرأة السودانية ما بنعرف نعبر عن مشاعرنا واحد وحتى لو بنعرف بنكون ضنينين جدا في الحتة دي صحيح أنه ما نعبر بالمشاعر فالقى الأم فكرت يقول لي أم وبحبك في ناس يقول لك والله يا أخي أنا أم دي سلام ما أقدر عيلها في عين صح بتعابير أخرى قد يكون مقبول لكن لو جينا في الحتة دي ممكن نوعا ما نقول لا دي بتكسر جزء من الأشياء الكثير جدا ما يتكلم عنها الآن صحنا السعادة داخلك للزولة اللي أنت قدامك وأيضا كذلك هو التعبير بالمشاعر صحيح يعني نحن بنقول في دراسات تزبطتا أنه عشان يكون تغية الحب والمودة والسعادة بين الزوجة والزوجة لازم الزوج يحضن زوجته تمانية مرات في اليوم يعني أنا دائما أقول للقصة في البرنامج الناس بيقول لها دكتور التمانية دي ما كتيرة شوية فتمانية حبنات دي يعني يعني مطلوبة تحضن زوجتك تحضن ولدك تحضن أخوك تحضن أمك دي نحن نتسغافة كانت عندنا بدينا ننفر منا الكلام يا سلام والله إلا أنا بحبك أنا نفتقدتك أنا كده يعني فدي مهمة جدا نحن دائما يعني ربونا نحن والله خاوي السال اللي سيف وشنو كده ما عارف وخاوي ما عارف الماشحة فيها في الشوك ولا شنو ما لأن نحن عاوزين نصال لطيف إنسان رقيق ممكن يحضن ممكن يحب ممكن يقول كلام جميل يقول كلام حلو عشان يغرب بين الناس ندخل السغافة دي تانية حسا عندنا أولادنا لو ما من المسلسلات يعني بدوا يرجعها تاني فأنا أفتقد دي حاجة محمدة أنه الناس بدأت ترجع تاني لأنه نحظن بعض حتى نحن السلام للسوداني ده فيه حظ يعني فيه مودة فيه رحمة يعني ما زي الناس اللي بيسلم من اليد من بعيد لبعيد أو زي الخويات هاي هاي كده ما عدنا فدي يعني لأنك انت حتى انت لو في ناس يعني الانسان حتى الانسان في الصلاة بيحضن نفسه يعني بيحضن نفسه بطوال وخش في مرحلة طمانينة ومرحلة هدوء وراحة نفسية فدي بيسموها زي بيسميها أنكرين يعني دي السفينة لمن تنزل في المرسى في حالة تاعت استغرار فالكلام الجميل يعني مفيد جدا للسعادة الزوجية الكلام الحلو اتعلموا لو ما ميدعلموا اكتبوا بقولوا الله اللي نحن عمشة اقول لزوجتي استخدام تقليد معين في انك تنصروا السعادة في المنزل شوف شنو محتاج انك شي تغيروا في المنزل وسويوا نحن عاوز ناخد منك نصيحة اخيرة تقولها لكل الازواج وكل الناس في كل مكان عشان ما يكون عندنا سعادة وحب ومحبة داخل البيت ابتسموا لي بعض اجلسوا مع بعض ما تستعجلوا سامحوا بعض واحضنوا بعض ودايما نكونوا في الاسرة تجي اولا ثم الاصدقاء يعني داخل الناس الواحد يهتم باصدقاء اكثر من اسرته لكن الاسرة هي الليلة الاولوية اكثر من اصدقاء اهتم بأسرتك الزوجة الزوجة الاطفال بعدين اهتم باصدقاءك فدي نصايح انا مفتكر الناس لو اتبعوها هيعيشوا حياة سعيدة جدا ويكونوا في حالة ويقام ومودة ونجاح شكرا لنحن ايضا كذلك نهتم في سودان 24 ياراكم التواصلوا معنا عبر الهاشتاك اطلقناه على الفيسبوك عشان ما نقدر نتعرف برضو على مجموعة من النقاط واراكم المختلفة شكرا جدا دكتور رياسيد القدال كبير استشاري لامراض النفسية وعصائية مركز الخرطوم المرجع لي أطيب النفس شكرا جزيلا شكرا لك أنا سعيد نخرج إلى فقرة ملامح مهنة من ثمار عبد الجديد عليكم معنا